موسيقى مشاهدين اهلا بحضراتكم مرة اخرى وجمعتنا مع الفقرة الاخيرة في حلقتنا النهاردة وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن موضوع مهم جدا وظاهرة منتشرة في الفترة اللي فاتت وهي ظاهرة التنمر ولكن الحقيقة احنا كنا بنسمع عن التنمر في الشارع في بعض المناطق ولكن النهاردة هنتكلم عن دخول هذه الظاهرة للأسف في الاطار العائلي وطبعا دي يعني امر مهم وامر كارثي طبعا حابين نتكلم عنه اكتر يعني ايه داخلت به الاطار العائلي يعني ممكن الزوج يتنمر على زبته ممكن الابناء يتنمروا على الاباء وده طبعا بيبقى في قدام بعض كلهم فطبعا دي ظاهرة حابين نتكلم عنها باستفادة اكتر ونعرف حلناها ازاي خصوصا ان احنا طبعا بنمر بيجي احد كورونا وطبعا في المقوث في البيت بقى لفترة اطول فطبعا ممكن تزداد هذه الظاهرة بشكل جدير يعني حابين نتكلم عن هذا الموضوع باستفادة اكتر معانا مشرفنا في ستوديو صباح مية دكتور علاء الغندور استشاري التحليل ولا علاج النفسي صباح خيات دكتور علاء صباح جدور اهلا بحياتك مناورنا ومشرفنا في ستوديو صباح مية ده دوركم اهلا بحياتك دكتور الحقيقة دكتور طبعا يعني احنا بالنهاردة بنتكلم عن يعني ظاهرة انتشرت في الفترة اللي فاتت ولكن النهاردة حنخصص يعني كلامنا عن انها دخلت في الاطار العائلي او في السياق العائلي طبعا هي ظاهرة التنمر حابين في الاول يعني نعرف مشاهدينا من خلال حضرتك ايه هو التنمر دكتور التنمر هو انعرف ستلوكي نفسي بمعنى العقوان اللفظي او الجسدي او خج الحياة او المعينة او العنف المصحوب اه باهانة للشرف للكرامة للكبريات وهو تنمر بيؤدي الى جرح مشاهد الاخر واهانته واصابته بيعني جرح نفسي وبدني طب يعني هل معنى كلام خياتك كده دكتور ان كل المضايقات اللي بتمر بالشخص هل دي تعتبر تنمر نعم اه كل مضايقات بلا استثناء يعني ايه ايه بس انا هوضع نفسي الاول الحكاية بدأت ازاي تمام متفضل اه تاريخنا كنا كشعب مصري اه في الامسينيات مرة قبلها كانت سلوك الشعب المصري هو العطاء بلا حدود وبدون انتظار المقابل من الاخر وكانت المتعة ان الواحد بيعطيه مش منتظر تطور الامر بعد فترة انه اصبح فيه اخذ وفيه عطاء وفيه تبقى بالمتعة وان كان فيه مثلا مصر جميل يقولك منقدي بالسابت لها الحد نظبوط بعد كده الدنيا تطورت واصبح الامر شيلني وشيلك دخل الامر في مصالح وليجو وقال المصالح بتتصالح كان زمان انا بعملك الخير بلوجه الله مش منتظر منك حاجة جينينا في 28 يناير وبدأ الناس تنزل ويسرقوا ويعملوا حاجات الاخلاقيات لهذا اليوم انهارت صغير بزرق كبير طاقت الاحترام بدأت ظاهرة التنمر تظهر النهاردة حضرتك انا مثلا شخصان مباركة ميتر الأنفاء النهاردة بلاقي عشرات الشباب بيتنافسهم عشان يجوموا عشان انا اعطى ما زالت الاخلاق والاحترام مرضوط ولكن فيه فئة قليلة بدأت انها عندها فراغ عاطفي فكري نفسي شيوكي بيزيعوا اعطوا في ايه لو حضرتك ويبت بلاقنتك في البيت انتلاقي مكوان شباب صغيرة بترابوا بعد ومش مهزار واحيانا يجب طفل على العربية جاية ويضحك ده انت هزار لا ده مش هزار ده انت ممكن تموض نفخ باسم هزار وده في الحقيقة اسمه التنمر تطور هذا التنمر من هزار ومدعبات من السميان الى البناء الاطفاء بدأوا بالبداية اللي ده السميان بدأ الموضوع من ابتداء يدخل في اداء يدخل في سنو يدخل في جمعة حتى الشباب الرابي المحترم في بعض كليات الهدسة من باب المدعبة اللي طالب في هزار ولي سميل ويصدر كنوع من المدعبة وتنمر ايوه والطالبة كميلة ولي سميل هيصدر تبقنا لتقول جاية مش مهدز اختلفت الموازين مش مهدز بنعصب لأحنا مثلا كطلبة في الجامعة نخل ننشه وهذا تنمر سلبي اضبوط طيب انا الميارده ماجي ارص فترة الكورونا اثرت على العالم كل من امريكا الى اليابان مرورا بباقة دول العالم مزبوط فترة العائل فترة فترة كل الشيء كانت عايشة فيه بشكل طبيعي ورايا بناء مستوى الحياة ينخفض على الجميع وكل وكل على حقوق قدر تدخل مزبوط يحي اللي كان مثلا بمئة بمئة مليون جنيه في السنة اصبح بمئة بمئة مليون بالتالي بدأ يخفض حجم العمالة تمام بالتالي المندوبين اللي بيوصلوا المتضاع السوائيز 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 الكافيهات هفلت السينمات هفلت راعات الافراء هفلت يعني فيه حصل تضرر لجهات كتير في المجتمعات على مستوى العالم مزبوط ده معنى ان على مستوى الاسرة انخفض الداخل طيب هنا بقى مع استمرار الجلوس بشكل اكبر في البيت بدأ يحصل مصادمات والقدرة على التحمل بدأ تضعف مع الوقت يبقى بالأب والأم بحكم التن والخفرة والتجربة بيتحرّلهم وبيقولوا معلاش ايه فترة ودعت لكن أولاد صغيرين اللي هم مرموش بمعاناة الكبار لغاية الموصلنا لدرجة معينة أو للمستوى من الداخل معين بيبدأ يظهر أبما وذي مش عيشة واحنا مش عيشين تعالوا شوفوا غيرنا ومن المقسم عندنا الزواهر المقسمة في المجتمع الميديا بتركز عليها يعني ما تجيب ألافا مصيفين في الساحل الشمال اللي قال لوحد فيهم في أسبوع مصروف يربع مليون جديد وفيه بيت تاني مموش بتجيبه هذه أمور تستفز اللي ما عنديوش فلوس أما جيب في المساكلات فخابط القصور وإن الطفل بيأخذ من أبو مصروف مش عارف كام والداني مش لاقي يجيب يعني الحد الأساسي من حد الكفاف للمهيشة دي أمور بتستفز بتؤثر أما حضرتك أمور تجار جميل وتلاقي ناس مثلا بتشتري ب20-30-50-000 وواحد تاني داخل بتشتري ب5 جنيه ب10 جنيه حاجات مستفزة لي اللي اتأثر داخله بالكورونا وتوابع مزبوط النوم الشباب السغير بيقردوا نفسهم بالأجل منهم ما ديه ده أنا صاحبي قاعد في كذا وراكب عرمية كذا وأبو بيديلوا مصروف كذا أبو بيحاول يفهموا أنه الدنيا بديه الظروف كذا وكذا وده قالي أنتوا عايشونا في فهر ليه هو وحيد ووحيد الأب والأب بدأوا يتأثروا سلبا وبيحسوا بإحبار ويجيلوا اكتهاب شديد من هذه الإهداة من الأولاد مزبوط الأولاد بترجع تخلق برضو تروح النادي تروح مع ده في حرف لإيه بحرف لإيه بحرف تشوف مزيد من الاستفزاز من دماء أو النقاء ومن يعني ملامح الفخامة وملامح الغناء اللاحش فبيرجعتين يتنمر أكتر ويظهر غضب أكتر طيب إحنا كمجتمع لنا الظاهر الناس بتشوف بعديها أما نيجي تشوف المستشفيات حضرتك تدخل المستشفى تشوف الزحاة من جوه طول ما كيش حد سليم في البلد مزبوط ولما تنجي في الشارع وتشوف الزحاة طول ما كيش حد طول ما كيش حد في البيت من قد الزحاة إنك بتعتمد بتحليلها على الأمور على اللي هي شايفة طيب إني يا ابني هاش خير لو عملنا حاجة اسمه تبادل الأدوار والأم بيقول يعني كل واحد يحط مكانه مكان الآخر يعني بالزبط الأم بيقول لابنه أنا الداخل بتاعي خده وإنك يصرف على البيت وورينا المهارة والفراعة بتاعك بس وقصرت معانا مادية هامل فيك زي ما أنت عبدت فيه مزبوط أنت دلوقتي واسفة مالية في البيت اتصرف مش أنت تطلب وانت تطلب بني اتصرف تتصرف بقى وخد اخت معك عدم وضع فينا برضو تقصير أسري من من الأب والأب أحيانا الخلافات بين السمغين بتنعكس على الأولاد لما الأولاد بتوفوا الأب بتعير قدها يعني أنت معيش نفقر أنت مش عارف إيه أنت إيه أنت إيه الأولاد الأسف بتاخد هذه الصياغ والصياغة وتبدأ هي كمان تكرر فمن الضروري أن احنا كأب وهم الخلافات أو العتابات تكون في مكان بغلق بعيد عن الأولاد لك ما يجب نقول أنه كل إنسان نقطق التحمل فيه واحد تحمله أسبوع واحد تحمله شخص كل شخص يعني و يعني قدر التحمله طبعا صح بالضبع بيختلف من شخص الآخر التحمل في القرى أكبر بكتير من المدن و وكلما زاد التحضر كلما قل القدرة التحمل كلما زاد الريف وبهند عن المدن زادت القدرة التحمل الأصابع اللي موجود في البيت اللي هم وحدين من الأباء والأمهات الأجيال الأديمة كلما كانت متماسكة كلما زادت المضرع التحمل وأعتقد نسبة التنمر لما حد يتنمر على حد كبير غير لما يتنمر على حد صغير الصغير تفضل مؤثرة معه سنين كبيرة جدا طول عمره يعني بتفرق طبعا حضرتك مثلا في طفل والده جايب له عجلة جديدة ونزل تحت البيت بركب ويقوم جاي طفل متنمر شرير يقوم زه واخد منه العجلة وطلع يجب الأمم النفسي لهذا الطفل صاحب العجلة ايه هيفضل معاه مترس به عقل الباطن ونفسيته إلى يوم الدين هيبضل ألف نفسي بشع عشان كده بنقولنا حاسب جدا على التعامل مع الأطفال يعني ايه انا عايز أقول للأطفال المتنمرين أو الأولاد المتنمرين من المؤكد أنتم عارفين لأن الأب والأم بيبزولوا أقصى درجة من الجم ومولع لكم بالبلد سوابعهم العشرة الشامع مظبوط يعني ما بيتأخروش عنكم في حال إنما يبدأ فيه ظروف ققلية غصب عني وعننا وعن الناس وعن الدول وعن العالم فلازم كلها نتحملها زمان في الحرب العالمية التانية كان الإنجليز بيجيبوا بيضة بتقسم على أربعة الفاقر برتقالة بتتقسم على أربعة الفاقر ده الوضع الحال أنا أتكيف معا ولا أنا متكيف معا الموقع مش بسيوم لإبناء ولكن في بعض الأسر محافظة عن الاستقرار المادي وحياتها ناشية وبعض الأسر النهار الدخل بتاعها بشكل كبير اللي هم فأخدوا وظائفهم فأخدوا أعمالهم الممتلكات بتاعتهم مش بتتأكّر أو مشاريعاتهم موافذ فدون التأثير عندهم كبير شوية إنما مع الوقت إن شاء الله الدنيا طالع الفور المشاريع اللي بتتعبو طالع الفور مصر طالع الفور الحمد لله نستحفل جميع والكيف أمرنا ومن ننساش إن الأب ده أعظم سنة دي في حياتك وهم الوحيد اللي يتمنى يشوفك أحسن منه الأب هي الإنسان اللي مولاها سوابها العشرة شاب من يوم ما حملت فيه وحتى هذه اللحظة فما يكونش جاذقكم يا إبن أو يا ابن التنمر وجرح مشاعر وخاصة الناس الكبيرة دي عملت كثير وضحك كثير إنتوا لو الزمن يرجع وتجيب كاميرا تصوير كانت تتصور في البيوت تشوف دموها تقوم وانت يا طفلة سخنة ورحباها عليك كنعمل إزاي وهي وحدك تحبنها وبالطبطب عليك وانا بتعدي وتوديك مستشوى أو لدكتور تشوف الأب والأم كانوا أعملوا لأولادهم إيه هتخجالهم لترسقوا يا متنمرين لا احترام الأب والأم لأعظم شك الدنيا كل إنسان بيمر بظلوح قد تكون صعب أحيانا ودائم هالو دوام الحال من المحادي بنصنع من الأزمة فرصة للنجاح أزبوط الصعبات تزدنا طوة تزدنا صبر تزدنا نجاح تزدنا صلابة اللي ما بيبطلش بتجرب صعبة عمره ما يكون حال وعمره ما يكون عشان كده احنا لازم نتمر يعني احنا دلوقتي اه اه اما يواحد من الدلع يقول يودي كيش يسترجع جيش مض مجاج الحياة الصعبة هي اللي بتصنع بجاج بتقوي بحيث الحق شركات أميني عاي يبدأ موزرة الساعة وبعدين يجلق إيه بغاية ما ياخد المنصر هو مش بيهينه لك وعشان يفهم الدنيا في الشيء ازاي عشان كده انا التنمر حرام وعين ولا يريم وجريمة والنين يسلك ودين وراجع لهم فيريم احنا من جوانا نرجع لأخلاق جميع الاحترام الأدم العقا السورية الكبير طبعا إنما النفيد إيه لما تنمر مهزة دائما أنا هيبقى مهزة اللي بحترم بحترم مكسو والواحد كمان ساعات لما بيصدر منه بعض الأخطاء بيرجع يعني طبعا يعني يرجع نفسه ويحس إنها فعلا يعني بيندم عليها ولكن زي ما حياتك أوضحتنا طبعا في النهاية إن احنا لازم نكون احنا لأن زي ما حياتك أوضحت إن الوضع والديرة بتلف يعني وممكن نحنا نقع في هذا الموقف فطبعا نحن بنتمنى إن هذه الظاهرة تنتهي وخصوصا تنتهي كمان من الأسرة المصرية وكلنا نبقى متربطين مع بعض ونقدر بعض أكتر وأكتر يا رب إن شاء الله ونرى كل الأسر في أفضل حال يا رب أنا الحقيقة طبعا دكتور على هذه التفاصيل وعلى الفقرة المهمة جدا وإن شاء الله نرى جميع الأسر في أفضل حال فطر اللي جاية إن شاء الله شكرا شكرا بشكرك جدا دكتور علاء الغندور استشاري التحليل والعلاج النفسي بشحيتك شكرا جزيلا مش هدينا بكده خلصت فقرتنا اللي تكلمنا عنها في ظاهرة التنمر وبكده كمان خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح مي إن شاء الله بكرا مع صباح مي جديد وأشوفكم بكل خير وصباح الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة